دلوقتي حضرتك قلتلنا ان هو انا بكافئ نفسي بقى فبعود نفسي على حاجة معين ايه الاسباب يا دكتور اللي خليني اعمل كده تمام الاسباب اللي فيها اعتمادية او اللي بتسبب ادمان اسباب مختلفة في واحد بيدخل في الادمان عشان يهدي قلقه في واحد بيدخل في الادمان عشان ينبسط هو ما عندهش قلق بس هو عايز ينبسط ده حاجة بتبسط جدا بعايز يكررها يعني لو احنا قلنا مثلا احلى سفرية واحد سفرها في حياته احلى يوم في حياته كان بجيزة معينة حصل عليها في يوم معين لهو المخدر ساعات بيدي انبساط اعلى من ده انواع معينة فهو ساعات بيبدأ الحاجة دي وعايز ياخدها تاني ايه لكنه عايز يعمل طريق مختصر للانبساط وساعات الطريق المختصر ده مختصر جدا لدرجة انه هو في نص ساعة هاخد المخدر حدوق الانبساط ده اه والناس بها اللي ساعات بتاخد حقا لا هو في أهل من خمس دقيقة هيدوق لهم مصادة وهكذا اللي هي المعودة المخدرة صرفة بقى بالظبط اه اه اللي بتتخذ عن طريق حاجة بتشتغل في الجسم بسرعة جدا هي الفكرة دايما ايه دي حاجة من الحاجات الموجودة في السلوكيات الادمانية انه هو بيبحث عن السعادة السريعة جدا يعني لو انت قلت له هتعمل حاجة هتجيب لك سعادة بعد سبوع هو مش مستحمل انا اتعودت من اخد هاللوتي حيلا بالظبط اشتركوا في القناة